قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم في رونتينا يصدم الصبير بقرار مفاجئ أول ظهور أول شباك نظيف ياسيم بونو يتير إعجاب جماهير الهلال بتألقه نادي برشلون يخطف موهبة مغربية بصفقة كبيرة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار في رونتينا يصدم الصبير بقرار مفاجئ فجأ فارق في رونتينا الإيطالي لكرة القدم الدولي المغربي عبد الحميد صبير بقرار جديد قبل نهاية مرحلة الانتقالة الصيفية الجارية وكشفت تقرصه في إيطاليا أن إدارة في رونتينا تدرس إعارة اللاعب المغربي لأحد الفرق الإيطالية في المركات الصيفية ووضحت المصادر نفسها أن نادي أمبولي بات مرشحا لضم النجم المغربي على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة واختتمت المصادر ذاتها أن الساعة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل صبيري وذلك سواء ببقاء اللاعب المغربي مع نادي في رونتينا أو خروجه على سبيل الإعارة أول ظهور أول شباك نظيفة ياسينبون يتر إعجاب جماهير الهلال بالتألقها عزف النجم المغربي ياسينبون على أوطار التألق في ظهوره الرسمي الأول مع نادي الهلال في المباراة التي جرت يوم أمس الخميس أمام الرائد لحساب الجولة الثالثة من الدور السعودية وخطف بون الأنظار وأطر إعجاب مناصر الهلال بتألقه أمام الرائد من خلال تصدياته المسارية التي استعرض من خلالها إمكانياتها واستطاع الحفاظ على نظافة مرمه وسريعا ما تفعل المتابعون وخاصة أنصار لهلال السعودية مع تألق بونو مستعرض أرقامه في المباراة وتصدياته التي كانت حاسمة ومؤترة وكتب أحد المتفاعلين مع تألق المغربي أول ظهور شباك نظيفة السد المنيع ياسين بونو وضم الهلال ياسين بونو من نادي إشبيليا الإسباني مقابلة 22 مليون يورو في صفقة قوية أثرت استحسان جماهير الفريق الأزرق يذكر أن مباراة الرائد والهلال انتهت باكتساح الأخير لمضيفه بأربعة أهداف دون رد نادي برشلون يخطف موهبة مغربية بصفقة كبيرة أعلن نادي برشلون عن تجديد عقد اللاعب من أصل مغربي زكريا غيلان صاحبة 19 سنة حتى العام 2024 ووقع زكريا غيلان عقده الجديد برفقة الرئيس خوالا بورتا والمدير المسؤول عن تدريب كرة القدم خوان صولير ورئيس نادي برشلون باء جوردي كالسوس ومدير تدريب كرة القدم خوصي رامون أليكسانكو وبلغت قيمة شراطي الجزائي 50 مليون يورو على أن تصل إلى 100 مليون يورو في حال صعوده إلى الفريق الأول وكرت فعل على تجديد عقده صرحة زكريا غيلان من الرائع أن أكون قادرا على التجديد لنادي حياتي أنا ممتن جدا لهم جميعا لتحقيق الأهداف تجدر الإشارة إلى أن اللاعب تمت دعوته من طرف المدرب تشاف هيرنانديز مدرب بارشالون الأسبانية من أجل التواجد في تدريبة ناديه بالفريق الأول لأول مرة بعدما طاله التهميش زمن المدربين الآخرين ووصل زكريا غيلا إلى بارشالون في سن 14 حيث سطع نجمه مع الفرق الصورى ليحتل مكانة مهمة في فارق بارشالون للشباب ويلعب دورا دوليا مع المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما حيث لعب معه في كأس إفرقية تحت العشرين في يناير الماضي من السنة الجارية نجم المغربي آخر في طريقه إلى الدور السعودية أصبح الدولي المغربي عزدين أناحي لعب خط وسط مارسلية الفرنسية محط اهتمام أندية سعودية التي تحول خطفه خلال الانتقالات الصيفية وكشفت تقرى الصعفية عن وجود صراح بين فارقه الهلال وأهل جدة للتعاقد مع المغربي عزدين أناحي لعب خط وسط مارسلية الفرنسية ليقترب من الاندمام إلى الدول السعودي هذا الصيف وأكدت صحيفة لكيب الفرنسي أن الناديين السعوديين يلاحق لأناحي صاحب الثلاثة والعشرين عاما في ظل معاناته تحت قيادة المدرب مارسليانو الذي يجبره على اللاعب في الجهة اليسرى مما تسبب في تراجع مستوى أناحي بصورة كبيرة وتبعت لكيب يستعد الهلال والأهل السعوديين إلى تقديم عرض يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع أناحي وسط توقعات بموافقة مارسلي على الصفقة فإذا لمعاناته من أزمة مالية في الوقت الراهن وتألق أناحي بصورة اللافذة في مونديل قطر 2022 حيث لعب دوراً أساسياً في إنجاز المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور وقدم أناحي إلى مارسليا في يناير الماضي قادم من أنجال فرنسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 10 مليون يورو إلى جانب نسبة من إعادة البايع تقدر بنحو 30% واسط توقعات بانتهاء مشواره مع مارسليا هذا الصيف وسجل أناحي هدفاً رائعاً في مارمانانت في أول لقاءاته لكنه عانى من سوء حد كبير حيث انتهى موسمه في مارس الماضي بالسبب إصابة في الركب ويكافح اللعب المغربية لاستعادة مصدوه السابقة وشارك أناحي الذي تبلغ قيمة التسويق 12 مليون يورو في 12 مباراة مع مارسليا في موسمه الأول حيث سجل هدفين كما خد مباراة وحيدة هذا الموسم أحرز خلالها هدفاً الكعب يتألق بقميص أولمبياكوس ويسجل تنائية في إقصائية الدورة الأوروبية تألق الدولي والمغربي أيوب الكعب مع أولمبياكوس اليونانية بعد تسجيله لتنائية في فوز فارقه على تشوكا ريتشي السيربي بثلاث أهدف لهدف واحد في إقصائية الدورة الأوروبية وافتتح أيوب الكعب التسجيل لأولمبياكوس في الدقيقة الثالثة من الشرط الأول ثم أضف زميله اليوناني كوستانتيوس فورتينوس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشر قبل أن يعود المهاجم المغربي لإضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الأربعين فيما سجل لتشوكا ريتشكي لعبه إيغور ميلاندوفيتش في الدقيقة التسعين وغضر الكعب المباراة في الدقيقة السبعين ليترك مكانه لمواطنه يوسف العربي الذي شرك إلى غية النهاية وتقام مباراة الإياب بين أولمبياكوس وتوكاريتشكي يوم الواحد وثلاث من الشهر الجاري في مباراة سيحتضنها ملعب كوكاريتشكي ببيوغراد السربية وكان الكعب قد غضر الساد القطري بعد نهاية عقد خلال فترة الانتقالات الصيفي الجارية كما كان في مفاوضات مع فريق السانسون سبورات تركية قبل أن يغير الوجه نحو الدور اليوناني ويحمل قميص أولمبياكوس وغضر الكعب المباراة في الدقيقة السبعين ليترك مكانه لمواطنه يوسف العربي الذي شرك إلى غية النهاية وتقام مباراة الإياب بين أولمبياكوس وتوكاريتشكي يوم الواحد وثلاث من الشهر الجاري في مباراة سيحتضنها ملعب كوكاريتشكي ببيوغراد السربية قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم في رونتينا يصدم الصبير بقرار مفاجئة أول ظهور أول شباك نظيفة ياسين بونو يتير إعجاب جماهير الهلال بتألقها نادي برشلون يخطف موهبة مغربية بصفقة كبيرة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار